شهد صباح اليوم مقر الإدارة العامة للضرائب بمناسبة تسليم وتسلم المهام بين المدير العام السابق المهندسة فيصل حسين حسن والجديد انجسرا انجر تيجار كان ذلك بحضور الأمين العام لوزارة المالية والميزانية أبدالله بحر والعديد من العاملين بالإدارة العامة للضرائب تقرير سيد أحمد حسن الاستمرارية وتداول المهام بين الأفراد في إدارة المؤسسات هما من أهم ركائز الإدارة هذا ما جاء على لسان المدير العام السابق للإدارة العامة للضرائب فيصل حسين حسن أثناء تسليم مفاتيح الإدارة إلى خلفه انجسرا انجر تيجار سنغار حيث شكر التقم الإدارية وجميع العاملين بالإدارة العامة للضرائب نشكر مخام السيد الرئيس الجمهورية دريس ديبيت نو الذي منحنا السقة لنكون على رأس الإدارة العامة للضرائب ومن جانبه المدير العام الجديد انجسرا انجر تيجار سنغار شكر رئيس الجمهورية على منحه الثقة مضيفا أن نتائج الإيجابية التي ترجوها الحكومة من الإدارة العامة للضرائب تتطلب العمل الجماعي والإخلاص أما الأمين العام لوزارة المالية والميزانية عبدالله بحر بشر حث المدير الجديد بالتعاون مع تقمه الإداري والاستفادة من خبرة جميع العاملين بالإدارة العامة للضرائب علما بأن هذه المؤسسات تعتبر إحدى المؤسسات الحساسة بالدولة ونعيد إلى الأذهان أن المدير العام الجديد تم تعينه بمرسوم الرئاسي رقم 142 في الـ 26 من الشهر الجاري